إلى البرصة المصرية والتي أنهت مؤشراتها في تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي مدفوع باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والأفراد العرب والمصريين وفيها خسر رأس المال السوقي لأسهم شركات المقادة بالسوق ما قيمة 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.3 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فهبط المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة 88 من 100% ليغلق عند مستوى 9612 نقطة كما ترجع مؤشر EGX70 بنسبة بلغت 68 من 100% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 72 من 100% لينهي تعاملاتي عند مستوى 2661 نقطة